ساعات بتضطرينا الظروف ان احنا يبقى عندنا فايلات او ملفات عندنا على جهاز الكمبيوتر وبنبقى عايزين نمسحها بس الاسب كل ما دي تمسح الملف ده او الفايل ده يعني يجي لك رسالة كده ان هو لأ ما داني الملف ده ما السمحني او مش هينفع اتحزف. وتبقى موضوع يعني بتبقى مشكلة ريخنا جدا يا عم انا عايزة امسح الملف ده. فانا النهاردة معايا حلل الموضوع ده معايا برنامج ممتاز في حلل الموضوع دوت هنشوف كده قليمة تجربة عملية بالنهاردة ازاي اي ملف عندك او اي فولدر او اي حاجة الكمبيوتر مش هادي نمسحها او الموضوع المستعصي يعني مش هادي اتمسح خالص هيتمسح بمنتهى السهولة فاقل من ثواني يعني ايه هو البرنامج ده وتريد استخدامه ازاي ده هيبقى موضوع حياتنا هاردة ان شاء الله بس انت اكيد لو مهتم انت باخدش على بلايك كومنت جميع ازاي كده اشارك في القناة وانت مش مشترك وفعل زور الجاة عشان يجي لك كل جديد نزله ويلا بينا عالشار حيشة ايه طبعا يا جماعي رجاء طول بعد الانترو كالعادة نخش اعطفوا عن طول الحلقة طيب بص يا شباب انا هسيب لكم اللينك ده موجود في صندوق الوصف اضغط على اللينك ده على طول هيبتح لك الصفحة دي هتخش هنا على كلمة اللي فوق علي مين ديت بعدك اضغط هنا على كلمة اللي هي بلا زرق ديت عشان يبدأ معاك البرنامج ومسحته تلالي بان سبعين ميجا بايت انا طبعا ما حاملوه قبل كده بشكل مسبق طيب البرنامج لما هينزل معاك هينزل بالشكل ده كده اقول له كليك المين تسطبوا اقول لنا كده هنا بعد كده هنا اكسبت اقول له هنا ماشي هنا اهم حاجة اختار اقول له هنا كده وطبعا تصليمه في حاجة خالص طيب اقول له هنا كده طيب زي ما شايفين يا جماعة دي وقت البرنامج وبسطة جدا بدون راغي كتير وخش في المفيدة عمشيته بصوا يا شباب انا مسلا هوريكو انا عندي هنا انا عندي هنا هوة ده كل ما اجمسحه ما بيتمسحش ده الوندز ده اصلا اللي كنت مرز نسخة عدده اه فدي بلفات نسخة فكل ما اجمسحه اه بصوا احاول مسلا حتى لو كنتونيو هو بيعمل كالكوليت ليه وفي الاخر اصلا بيمسحوش اه بصوا يا جماعة مفيش حتى بعد ما اعمل الكلام ده كله هيبقى في الاخر هوريكو برضو ان الفولدر ده ما بيتمسحش بصوا يا جماعة يعني كل شوية مفيش مفيش في حاجات يتمسح اقول له مسلا حتى عشان يكملوا كده او في الاخر هيسيب لي برضوك الفولدر مش هتمسح انا بس حبيت اهوريكو قدام عينوكو شتوقوا شايفين ده جماعة ملفات نسخة بس ما طبعا مش نسخة اشغال بيها انا كنت منازل نسخة على برشن تاني يعني وعايز امسحها اكيد طبعا دي مش نسخة لأسية طبعا يعني زي عشان بينا يا جماعة هو خلص ولسه الفولدر موجود زي ما هو هو يعني حتى في بصوا جماعة بالجيجات غير ما هيبقى عشر جيجا في الاخر وحاجة زي كده هيقضة اي من الكريكوليت للجيجات يعني المهم هو مش ليتمسح خالص طيب هنكانسل بقى نجي نفتح البرنامج كل عليك يا معلم امسك الفولدر بس شده قول مياه عليه هنا كده هو هنا كده عمله زي معالجة هتلاقي هنا كده حاجة بتنينة تظلق يا اما كلمة يا اما طب ايه الفرق بينهم يعني مش ييتم فرق بينهم يا شباب ان ده لو حاجة لها علاقة بملفات النسخة فبيجي لك كلمة ده طبعا ليه علاقة بالنسخة بس طبعا زي ما قلت لكم مش نسخة شغال به فجايب لي كلمة دي انما انت لو بتمسح مسلا اي فيديو عادي او صورة عادية او ملف عادي يعني مش علاقة بالنسخة هيجيب لك كلمة طب هتفرق في حاجة مش تفرق يا ربيد دي بس كمعلومة لك انت يعني هو كده كده في الحالتين هيمسحهم زي ما نشوف دلوقتي مع بعض طيب انا خاص رميت الفولدر هنا هو توقف عليه هنا كده واجينا على شكل السلة ده اضغط عليه وقول له هنا كده ياس هيك ده يحمل تحت معانا هنا هو وتشوفوا معانيك وركزوا الفولدر موجود هنا هو دلوقتي هيختيف حالا قدامكم او صباح شايفين يا شباب يعني الفولدر اختفى لوحده هو بس يخد شوية وقت ديئتين تقريبا حيزا كده لان طبعا ده كان فولدر عشرة جيجا يعني فكان مساحته كبيرة انما لو اي حاجة تاني مساحت صغرة مش هياخد معاك طبعا انا اصلا بصحة شايف ان هو مخد شوية كتنية عن ديئتين ده مش مش حاجة برضو بس المهم ان هو البرنامج قام بالوظيفة بتاعته زي ما شايفين الفولدر خلاص راح واختفى معاني ده كان يعني فولدر مهم او ليه علاقة بويندوز او مصحة او كده مصحب ببنتها السهولة فبس شراب دك اشرح النهاردة يعني لو عجبتك الحلقة ما تبخلش على بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة وانت باش مشترك فعزر الجرس وبس كده يا شباب سلام